جدل قانوني آخر يطفو فوق سطح الخلافات الكثيرة بين الحكومة والبرلمان العراقيين جدل يدور حول تأخر الحكومة في إرسال موازنة عام 2021 إلى البرلمان لدراستها اللجنة المالية داخل البرلمان حملت الحكومة التبعات القانونية لذلك متهمة إياها بالمماطلة في إرسال الموازنة لعدم امتلاكها رؤية واضحة لمعالجة العجز المالي بسبب الارباك الشديد وعدم وضع استراتيجية حقيقية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في العراق والتعامل مع الأزمة المالية الحكومة العراقية لهذه اللحظة نرى سياستها متخبطة وضبابية تجاه معالجات حقيقية للأزمة الاقتصادية وبالتالي لمسألة منطقية عندما يكون هناك تخبط عندما يكون هناك ضبابية أنه يتم تأخير إرسال الميزانية إلى مدرس النواب المالية النيابية أكدت أيضا أنها قدمت 35 مقترحا إلى الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية كأحد الحلول المهمة لمعالجة العجز داخل الموازنة إلا أن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت حيال بنود الموازنة واضعة على الطاولة الاقتراض المتكرر من احتياطي العملة كحل لا بديل عنه الحكومة تقول أنها تريد أن تضمن مصادر غير نفطية للموازنة وتريد أن تضمن هذه الإيرادات غير نفطية في الموازنة القادمة حتى لا تتعرض إلى انتكاسات أو إلى اللجوء إلى الاقتراض رغم أن الموازنة في تسريبات الأولية هي تحتاج إلى قروض سواء قروض داخلية أو خارجية وهناك ربما توجهت الاقتراض 4 أو 5 مليارات من الخارج وفق التوقيتات المعمول بها في قانون الإدارة المالية فقد تأخرت الحكومة شهرا ونصف الشهر عن الموعد المحدد لإرسال الموازنة إلى البرلمان كلما تأخرت الحكومة في إرسال الموازنة إلى البرلمان تفاقمت الأزمة المالية وتأخر إنجاز المشاريع التنموية إن وجدت لها تقصيصات مالية في الموازنة المقبلة يقول مختصون حيدر لاسد سكاينيوز عربية بغداد